السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدي الكرام السعيدة بلقاكم كيف العادة في فيديو جديد وفي وصفة جديدة مرحبا بكم في قناتكم مطبخة عتقاء وكنت من يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال وصحة جيدة يا رب اليوم ان شاء الله سنقطع عليكم في اطار حلويات العيد الملوزة او الغريبة باللوز اللي كتجي من اروع ما يكون كتجي معلكة والديدة الديدة بالسفل فعلا تستحق تشريبة وفعلا كتجي بنينة بنينة ومعلكة المعنى الحقيقة ان شاء الله تشربوها سواء كنت معلكة بكوكا او الكوكو السميدة او اللوز تجيل معلكة رائعة جدا غريبة كلهم اللي بها بها الطريقة هذي كي يجيوا فعلا رائعا كي يستحقوا تشريبة نحتاجه في المقادير باش نحضرها الملوزة 100 جرام ديال اللوز اللي كان كونه نعملنا في المطايب من بعد كان في الصخور ونخليه ليلة كاملة من الاحسن نحتاج كاس عمر ديال السكر وتولوت كاس تقريبا 150 جرام يعني كاس عمر وتولوت ديال كاس نحتاج معلقة الكبار ديال الدقيق ونحبات ديال البيض نحتاج كمية ديال اللوز باش نزين هاد الغريبة معلقة كبيرة ديال كونفيتور ديال مشماش نحتاج معلقة زبدة دايبة شوية ديال ملحة معلقة صغيرة ديال مزهر ديال الخامير الكيموية وديال الفاني ونحتاج السكر غلاسي يكون سبيسيال خاص بالحلوية ينظروا ليكون ممتاز نزو على بركة الله نحضر الطريق بالنسبة للطريقة نأخذ اللوز ونتحنه الطحن الأولى هذا اللوز سنتحنه على جديد المرات المره اللوز سنتحنه عادي والمره الثانيه سنتحنه مره اللوز سنتحنه جيدا لا يحتاجه لكم فقط يجيب حلوية شكله كيفما تعبه لكم من بعد نضيف له كاس ديال السكر وتولد كاس ديال كاس ثاني يعني 150 غرام ديال السكر يبقى تعبر الكاس ديال عن بعد تعبر كاس اعمر الكاس ثاني فقط تولد نضيف ساشي ديال فاني بعد نخلط هذه المكونات نخلط اللوز اللوز اللي تحنه مع السكر بالنسبة للطحنة الثانية والطحنة الأخيرة نتحنه اللوز ديال نحتي يتعلق يعني من هذه الطحنة هذي ضروري اننا نحصل على عقدة ديال اللوز اللي كتكون معلكة وكتكون يعني كتجمع في اليد هذا هو الشكل ديالها يعني مني كنكوروها في الدينة وكنقيسوها كتبال لنا معلكة نستمر بنفس الطريقة نتحن الكيمياء كل هذه اللوز اللي عندي هذا هو الشكل ديال اللوز من بعد ما كنت تحنه مع السكر كيجي بحلاكة وكيجي يعني مني كنكوروه في الدينة كيتكور بكل سهولة نضيف علي رشة ديال الملح نضيف معلقة صغيرة ديال الماء الزهر نضيف كذلك معلقة كبيرة ديال كونفيتر من الأحسن يكون جاري أنا ما توفرش عندي بعملت هذا ممكن كذلك تعودوا المشماج بمعلقة كبيرة ديال نضيف جوج ديال المعالق كبار ديال الزبدة من قبل وغادي نبدأ نخلط هاد المكونات جيدا باش هاد اللوز هذا والعقدة ديال اللوز قد تشرب لنا هاد المكونات اللي احنا ضفنا لعب كنحاول انا ننضلكه شوية باش هاد المكونات كلها يعني تنساجم مع هاد العقدة نضيف المكونات الاخرى غادي نضيف ساشي وحدي الخامير الكيموية 8 جرام غادي نضيف كذلك نصف كأس ديال الدقيق ما يعادي جوج ديال المعالق كبار وغادي نبدأ نخلط هاد المكونات جيدا حتى تنسى جملية في اخير مرحلة غادي نضيفه البيض نخلط هاد المكونات مزيان حتى تتشرب لعقدة ديال اللوز المكونات اللي اضفت لها بصراحة البنات هاد الغريبة كتجي لديدة لديدة بزاف بزاف وكتجي ببنينة وكتوجد ضغيرة يعني ما كتاخدش معانا لوقت كتير فقط يعني تبعوا المقادير وكذلك الطريقة وغادي تنجح معاكم مياف الميارة هاد المنات ما فيهاش صعوبة فقط غير هاد المقادير كيف مما سبقوا وذكرت كتحاولوا انكم توجدوهم وراتتكم من المقادير يعني بالكاس ديال العنبة الأغنبية كيبغي الكاس ديال وكذلك بالقرام رغم ما فيهاش سع ماشي حاجة لي صعيبة وغاتتنجح معاكم من اول تجريبة من بعد ما خلط المكاونات اختيت هادو كشوش ديال الحبات ديال البيض واضفت تقريبا بيضة كاملة يعني انا قياس يعني اني ميزاني تقريبا بيضة كاملة يعني كنحاول انا ما نضيفوش هادو كشوش ديال البيض دفعة واحدة هكذا باش ما تجيشناش العجينة جارية يعني العجينة ديال هادو الملووزة ما خصاش تكون خفيفة وما خصاش تكون قاسحة ضروري فهذا الغريبة نتحاولوا اننا ندون تأكدوا بحبة واحدة يعني ممكن انكم تجربوا احبة في الفرن كمية ديال البيض نحاول اننا نضيف واحدة كمية اخرى تقريبا بيضة ونصف يعني بيضة ونصف يعني بيضة ونصف بالضبط لان الكيمية ديال الوزرها مضبوطة نصف كيلو غادي ياخد لكم بيضة ونصف نخلط جيدا حتى نتأكد بان هاد العجينة ديال الوزرها تخلطت مزيان بالنسبة للقاوام ما خصش نحصل على العجينة لكي تكون مرخوفة بزا كتكون تلصق في اليدين شوية ولكي تكور بكل سهولة غادي نوضع هذا الخليط على جنب ونخليه حتى يتشرب شوية تقريبا واحد عشرة ديالتقيق ونبدأ نكورها مباشرة بالنسبة للبيض بيضة ونصف كافية بالنسبة للشكيل الغريبة سوف نحتاج الماء الزهر سوف نتحن أصابع ونأخذ كيمياء عجين ديال الملوزة كان عمله في ميزة لكي نحصل على واحدة لكي تكون عندها نفس الشكل عبرت في كل حبة 22 كرام ونحن نحصل على جنب في مباشرة نحصل على جنب الوصف الوصف كمية الغريبة نحاول ان ندوزها بسكر وحاول انكم تعملوا كمية السكر من فوق منها كبش يبقى المنظر الغريبة نزوين وحافظها على الشكل يعني ما تجيش يعني خاوية من السكر حاول انكم تمر بدوها مزيان فدك سكر ومن بعد كان وضع الغريبة دينا فوق لاطا دي الفون نغلفناها بورقة في هذه المرحلة بالضبط البنت ستكون سرع شوية حتى لا ينشف لنا السكر فوق من الغريبة لانها دوزناها بشوية يعني كنكون ذهنية دينا بشوية دي لما دي الزهر خاصنا نكون سرع حتى باش الغريبة دينا كتبقى محافظة على هذا السكر غراسي وما كتنشفش منه يعني حاولوا كنوا سرع في هذه المرحلة نستمر بنفس الطريقة حتى نستمر كمية كل هذه الغريبة بعد مسالي تشكيل ديال الغريبة غادي ندوز ودعبه باش نزينه وكن اخذو حبة ديال اللوز وكنحاول انها بدك شوية ديال اللوز اللي كانت بقالية وكنحاول ان نوضع اللوزة في الواسط ونضغط شوية البنات اللي ما عندهش يعني اللوز اولا ما بغتش تدير هاد المرحلة ممكن انها ما تديرها شعني ماشي ضرورية ممكن انكم تخليوا الغريبة ديالكم كيف ما هي فقط انكم ونضغط عليها شوية من الواسط يعني بحالة كنعونوها شوية باش كنجي مشقة من الجناب لسبال طريقة ديال الطهي كان عملو الفورن يكون شاعد من قبل اعلى مية وستين درجة درجة ديال الفورن لي كتكون من خافضة يعني ما خصش كل مجهده هاد الغريبة ما كتبغيش محرارة بزيف كان شعلو لها الفورن من الفوق ولا تتكون من الاسفل حتى كتشقق لنا وكان شعلو لها الفوق غير شوية وكان خرجوها هاد الغريبة درجة درجة ديال الحرارة اللي تكون من خافضة كنتمنى انكم يعني تردو البال من بعد مني كتشقق لنا كنطلعو اللاطة وكنشعلو لها من الاسفل هاد هو الشكل ديال الغريبة ما كتخرج من الفون كيف ما تيبع لكم كتشققها من الجوانيب قد جي رائعة جدا اه غنخليها حتى تبرد من بعد نور لكم كيفاش قد جي من الداخل فعلا البنات قد جي لديدة لديدة بزاف يعني الملوزة اه معلكة بمعنى الكلمة وناجحة 100% فقط تبعوا النصائح اللي اعطيتكم وان شاء الله غاتجيكم زوينة بزاف دارقية في منظر ديالها وكذلك المضاعق لا يولى عليه الصراحة البنات قد جي بنينة بزاف اه اه انا شخصيا كي يعجبوني المالكات يعني مالشي غي ديال لوز ديال كوكا وكذلك ديال كوكا السميدة وكلهم كينين في القناة ان شاء الله يعني اللي بغت شي حاجة غادي تلقاها غادي انو نقطع لكم واحد الحباب تشوفوا تعليك من الداخل وتشوفوا صراحة يعني اه انها ناجحة وكتجي من اروع ما يكون فعلا كتستحق تجربة مئة بالمئة بالنسبة للبنات اللي بغاوا يحتفظوا بها يلا كنتو بغتوا تحتفظوا بها مدة طويلة عملوها في المجمد يلا كنتو بغت تاكلوها يعني مدة قصيرة فقط عملوها غير في الثلاجة في الفوق يعني اه ما توقع لها تحاجة وراها كيدشي بنينة وتقدموها بصحة ورحة في اخير هذا الفيديو ما ننساش نذكركم لأول مرة كيزو القناة ما ننساش يشترك في القناة وكذلك يفعل جرس باش يوصلكوا الجديد لايك اشترك في الفيديو العجبكم لا عندها اي سؤال تخليلي في تعليق ان شاء الله قد ينجاوبه كانت من لكم تمام الصحة والعافية ومطلقة باذن الله في الفيديو القادم الى اللقاء اشترك في القناة اشترك في القناة اشترك في القناة